مختلفة من حمدي قدر يطور من أو يعيد استخدام القماشة بتاعت حمدي وكان ليه أدوار الحقيقة لمسناها طول الموسم في مطشوات كتير جدا تحديداً هجومياً مع مارس الكولار لكن حتى مع رحيل حمدي خليها كلامك عن خط نص في أليو ديانك في مروان عطية في عمر السولية في إن شاء الله بإذن الله مع بداية الموسم الجديد أكرم توفيق في معهم نبي الكوكة أحمد نبي الكوكة في معهم قندوزي في معهم أفشة محمد شاخلي ايه شكل الإضافة اللي ممكن يمثلها إمام عشور وإيه اللي يخدم طريقة أسلوب وفكر مارس الكولار بتواجد لعب من نوعات إمام خلينا نبدأ الأول عشان تحكم على أي صفقة جاية كل دي طبعاً مؤشرات طبعاً الراك النهاي بيبقى على اللاعب في الملعب طبعاً في البداية أول حاجة عشان تقيم في أربع حاجات لعنص التقييم أي صفقة العنصر الأول الفيزيكال العنصر الفيزيكال اللي هو الجانب البدني الجزء الثاني التكني اللي هو الجانب التكني بتاعه اللي حيفيده إيه في خطة مارس الكولار وهو جايبه ليه وطلبه ليه وده اللي حنشرحه دلوقتي الحاجة الثالثة السوشيال يعني الجانب الاجتماعي والتعامل ممكن لعب ما يستحملش تشيرت النادي الأهلي يوم ما يستحملش الضغط الجماهيري أو القدرة على أنه تخش هل عنده شخصية النادي الأهلي أو لا؟ دي نقطة دي في متعامل مع دكتور أحمد لأنه الجمهور ممكن ما يستعبش فكرة أنه لاعب يبقى مطالب في كل مباراة بفوز وفي كل مطالبة مش أي لعيد يستحمل ضغط النادي الأهلي الحاجة الثالثة برضه الجانب النفسي السيكولوجيكال النفسي الأهلي هو برضه بيستحمل الضغط أو لا؟ والسوشيال اللي هو الجانب الاجتماعي طريقة التعامل مع النت والسوشيال ميديا والجماهير والحاجات دي فالجانب دول الأربع حاجات اللي بتقيم بهم أي صفقة جاية أو أول حاجة عشان تقيمها هتعلن خش في الجانب التقني إلا هيديفه إمام عشور إحنا دلوقتي أنا بقول إن دايما أي فريق بيقوي وسط ملعبه سر قوة النادي الأهلي في الفترات الأخيرة في السنين الأخيرة الثلاث سنين هي قوة وسط ملعب كل ما بتقوي وسط ملعبك كل ما أنت بتبقى فريق بطل النهاردة إحنا معنا الصورة حتى لو عرضناها اللحظات كنت بتتكلم عليها العناصر الموجودة كلها لللعيبة الموجودة في وسط الملعب عندك ديانج عندك إمام عشور عندك مراوان عطية التلاتة دول أعتقد يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظهم وسط ملعب قوي جدا معهم السلية معهم أفشا معهم جندوزي معهم أحمد نبيل كوكا الواعد ومعهم فخري بس تحديدنا أحمد نبيل كوكا قدم مستوى ممتاز في المباراة الأخيرة وواضح أنه هو لما لعب مع المنتخب جاي فأنت عندك عناصر آه عناصر ممتازة كلها عودة كريم ندفد وعودة كريم ندفد صفقات تانية محتملة من أسماء المطروحة يعني لعيبة مميزة ممكن تضيف برضو عنصر تاني بس أنت تحديدا إمام عشور تعالى بقى نبص على البروفيل بتاع إمام عشور وإيه اللي هيضيفه إمام عشور للنادي الأهلي نستعرض الأول أرقامه كنا عملينها على السيجي كده أرقام إمام عشور في الدوري مع نادي الزمالك السندي نبص هو بس هو كان إمام أفضل لعيب في نادي الزمالك في الموسم ده هو وزيسو لغاية رحيل إمام عشور الزمالك كان متصدر الدوري الزمالك الكرفي بتاعه وقع ده بيدل على أهمية لعيب زي إمام عشور إمام عشور السندي لعب 15 مشاركا نجيبها هنا بس أحرز هدفين وصنع أربع أهداف معدل لمس الكورة بتاعه 65 وتسعة من عشرة في المباراة الوحدة في المباراة الوحدة الأرقام بتقول إيه في 15 ماتش بس ده هو لعب معهم نص الدور الأول 15 ماتش بس جاب جنين صنع أربع أهداف يعني ما شاء الله مكينة لأنه هو ممتاز بالتزديدات واحدة من أهم مميزات إمام عشور التزديدات من برا لعيب مميز جدا عنده رؤية صناعة الأهداف بتاعته أربعة إذن هو لعيب مؤثر على المستوى التهديف أنت مش جايب لعيب ما بيجيبش جوان صناعة الأهداف بتاعته لا في لعيب وسط ممكن يبقى دفعي بس لا ده بوكس تو بوكس إمام عشور أحسن أحسن لاعب بوكس تو بوكس في مصر بلا منازع حاليا إمام عشور أفضل لعب بوكس تو بوكس معدل لامس الكرة 66 مرة دليل أنه هو مفتاح لعب بناء الفريق تعال بص على معدل المحاولات على المارمة 2 و 9 ده فيه مهاجم ممكن ما يعملش الرقم ده يروح على الجون 3 محاولات في المتش الواحد محاولات الصحيحة مرة معدل التدخلات الدفاعية ممكن يقولك طب ما بوكس تو بوكس ممكن يبقى الدور الدفاع بتاعه قليل ممكن يكون هجومي بس بنشوفها كتير في بعض العناصر رقم 8 لا إمام عنده القوى البدنية التدخلات الدفاعية الانترسيبشن بتاعه 1 و 1 في المتش ده رقم كويس والتاكلينج الصحيح 2 و 5 نكمل معدلات دي يعني متوسط في كل مباراة ده في المتش الواحد معدل فوزه بالالتحامات السنائية 7 ده بيأكد انه هو كرة تانية بياخد الكرة تانية من قدام وده مناسب لأسلوب لعب مرس الكولر في الضغط العلي من قدام وإنه هو بيطع كرة وبيلتحم معدل فوزه بالالتحامات الأرضية 6 و 1 من 10 الرقم الوحيد اللي هو حمدي بيتفوق فيه على أمام لالتحامات الهوية اللي هو معدل فوزه بالالتحامات الهوية واحد معدل المراغات النجحة أكيد طبعا إمام هيتفوق على حمدي في الحتة دي 1 فأنت بروفايل إمام عشور مختلف شوية عن حمدي فاتحي إمام عشور هو حمدي فاتحي لعيب مميز أو في حتة إنه هو بيكمل في ظهر المهاجم مميز في الالتحامات الهوية بيجيب لك الكرة التانية دايما لكن إمام عشور كرته أعلى مميز بالتزددات أكتر مميز على مستوى الهجوم والدفاع إمام عشور أفضل تمانئ هو يعني اللي تلواتي مارس الكولر كان بلعب 4-1-4-1 طوال الموسم كان بيبقى ديانج وحمدي فاتحي والسلية مثلا أو أفشا أو أي حد من التلاتة أو مثلا كان بيبقى ديانج وحمدي فاتحي ووراهم مروان عطية فكان بتحس إن فيه واحد في مركز 8 لأ محتاج واحد كرته تبقى أفضل شوية يعني من الجانب التقني أعلى شوية أدوار الهجومية أفضل تعالوا نبصوا بقى على المراكز اللي بيلعب فيها اللي كريم تكلم عليها يعني خليه أقول لو وظفت إمام بالأدوار الهجومية اللي كان بيلعبها حمدي وبيوضع